السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو اليوم كيف حالكم إن شاء الله تكونوا بأحسن الأحوال أرجعت لكم بفيديو جديد وفي هذا الفيديو أرجعت لكم ليامة الزمان خلاص لما كنا هكذا مع العائلة انتعنا الكبار كنا هكذا مع العادات والتقاليد ومهم رجعت لكم اليوم نهار تقليدي في تقليدي من الصباح مثل ما راكم تشوفون هنا في نط الصباح أبنات تفطرت وفطرت ولداتي وزوجي وكل شي وروحت بتيت له جينة هكذا بهم بعد لما نعجنها بيدي أبك حنعجنها بيدي جيني بنات سهلة مثل ما تشوفوا ندلها غير شوية مع هكذا وملح ونبدأ هكذا نبتها كما نقول وخليها ترتاح بعد لما نعجنها جيني سهلة وفي هذا الفيديو كما قولوا قبل بنهار بنات قللي زوجي أني ساخف لها هكذا شخشوخة باللحم هكذا تعالى الدجاج طبيعي تعبكري هكذا تعالى عرب احنا قولوا له بنات فروج العرب قلتوا معليش للعين والرأس قلتوا جيبوا بارك هات بارك هات معليش نطيب لك إن شاء الله ما لو قلت نخفف عليها نطيب لف طير تاعي ومن بعد المرقة لما يجيب لي زوجي ويجيبوا لي وريش وكل شي نطيبها كيف أقولوا أكست اللي هنا بديت بلف طير تاعي وفي هذا الفيديو بنات سأعطيكم كيف أقولوا نقدم لكم واحد الهمسة نظر لي طلب متتبعة وفية لي خلت لي في التعليق قلت لي وش رايك سامي حاهم بأسكم بيع ذهبي لجال زوجي وإلى لارة عنده ذائقة مالية نقول لها معليش على العين والراصد وكان جاوبك وثاني هكذا شغل لأن أحكي لكم تجربة تاعي الخاصة يعني هذه التجربة مضات عليها في مرة تبيع بيعتي الذهب بتاع زوجي رح نقدم لكم إن شاء الله هذه هكذا تجربة تاعي من خلال همسة على وهبعت وأسكن دمت وإلى ما دمتش إن شاء الله تلقاوها في الفيديو هذا إن شاء الله أدركها أقدم لكم هذه الهمسة مثل ما راكم تشوفوا إلا أنا رأني درت العجينة تاعي خلاص دركها نغطيها وخليها ترتاح هنا يا الأمة تاعي والفتنة قلت إن عيب عيب كبير إنك تخلي القصعن تاعك والله الحاجة اللي درت فيها العجينة تاعك فيها دقيق هكا من ملحوات شي هكذا لازم تبقى نضيفة خلاص تجيبهم على خرجنا وكشغل تلمي هذك العجين كامل هكذا الأمة تاعي رب يحفظها إن شاء الله علمتنا قلت إنها لازم دايما تخلي القصعن تاعك نضيفة ومبعد مثل ما كنت شوفوا لوست العجينة تاعي ولوحت الفطيرون تاعي قلت لنا بديت رحت للبالكو قلت حاجة تقليدي في كل شي في طريقة كيفاش نحضره في كل شي بنات اللي هنا زوجي مازال مجهبوش بعد ما كملت شغلي هكذا ودرت المسمن تاعي الفطير هكذا بديت خرجت الحوش وبديت نوجد هكذا نحضر بها جيني سهلة اللي هنا رح نديره فيه البالكو عفوا نضيفها ونكملها كيف أقوله ندير نريشها ونغسلوا اللي هنا ما شاء الله يعني حاجة هكا طبيعية روعة بصراحة ندير ندير هذا بنات في الروتين وراني فرحانة وسعيدة نحب هذا الحواج يجمع لبالي شدتوا مثلا يتحبوا هكذا لا لا تركوا لي في التعليقات يعني اللي هنا جابوا لي زواجي ما شاء الله هالبنات ما من سعر التاع رح تتفاجئوا بنات من سعر التاع سعر التاع الخيص خلاص جابوا لي بنات تخيلوا غير بخمسين نلف هذا يتباع بخمسين نلف ومثل ما راكم تشوفوا اللي هنا الأسعار تحى الدجاج وكل شي يراها سعر التاح مرتفع لدرجة ما تقدروش تتخيلوا يعني كاري ثل هنا كما يقولوا غير بخمسين نلف قلت قلت ومش في الخسارة والله الماليش والبنة تاع وبنات ما نحكي لكم مش تجي فيه واحد البنة ما شاء الله يجي رايح كش غول الذوق تاع واللحم تاع الخروف هكا نعم درت في المال المغلي باش يجيني ساهل لما نريش ولا نسلو نسلو هكا ايه وكاي اللي يقولوا نريش يعني هنقولوا بصراحة نقولوا نسلو شوفوا بلات معا نمسوا برك يتنح هذاك الريش يعني ثم ثم ما مراني نزرب اللعنة هكا شوية راح الحالة اللعنة ما جابوليش زوجي غير تقدرو تقولوا الحداعش قريب الحداعش عبك راح أخدم هكذا ومن بعد مهجبولي ما يقدرش هو أخدم عكا ما يقدرش يخلي خدمات عو راح يجبولي أخدم ومن بعد راح جابولي قلت لهم معلي المهم ما دمك سخفت على حاجة لازم ندير هلك عندي بنات زمان مدة ما درتش هذه العفسة كيف أقولوا ما ما درتش كيما هكذا دايما يشرون نازوجي شرنا هذاك بنات الواجد بصار ما يجيش ابنين والله هكذا حلو كما هكذا بالعكس جو روعة مع ولداتي جو محل كل شي اللي هنا بنات سمحولي مكالمة هاتفية وانا ندير في المونتاج كيف أقولوا سونا يولي التليفون عيطالي مع ليش بعد ما نكمل الفيديو نتساصل بهم إن شاء الله يا ربي اللي هنا بنات مثل ما رأيكم بتشوفو جبت كيس هكذا حاشاكم أعزكم الله وبدأ تنسل فيه ما بطويل كيف أقول فيديو في قده المراحل في قده الحوائج إن شاء الله هنا الإعجاب كم روتين تحفيزي كل شي كل شي يا بنات يعني ما شاء الله إن شاء الله هنا الإعجاب كم إلا بقيتوا بنات من اللي هنا في الفيديو ما تتساوني فضلا وليس أمرا بالإعجاب والإشتراك وتفعل الجرس على الكل يعني اللي مش مشتركين ولي مشتركين معايا من قبل نقول لهم أهملوا لي أهجاب وأهل وسهل ومرحبا بيكم ونجاحي إن شاء الله بيكم انتو إن شاء الله يا ربي إن شاء الله يا ربي وشكرا على دعمكم وتشجيعكم إلي بنات ثانية ندير في شد شوية الوقت بنات بس تديري حاجة شوف بنات لما يدير الإيسان هكذا بحب وهكذا هو متحمس ما يحس شخلاص ما يجي بنينة خفيفة ثم يكمل حاجة ما مرح مطول في الوقت تجي بالنسبة لي كشغل عادي كشغل في دقيقة كمل بس تدير حاجة منفوق القلب لما تجي بنينة كشغل تتعذب وتدير في هذه الحاجة على بهادي ما نقول لك العباد الذين عرف هم تدير حاجة بنية بالحب هكذا بالنفحة لكي تجي حاجتكم مليحة وثانية بسم الله لازم نسمي بسم الله لكي رب يبارك لنا في هذه الحاجة و هنا جيت نشوط في في هذا نشوط الأصل صريحة معكم في الأصل لدي جلدة عندي يحصرها فترة 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 خمسة سنين من يحصرها نسل وخلاص يجيبون لي لكن هذا كالتقليدي وكل شي حبيت كل شي تتعذ زمان لدي الجلدة الفوق من نحي هاش شوط هكذا كما ركما تشوفوا يقول شوط كالي يقول كووط كل واحد كيف هاش يقول مليحة أنا مع البداية بصراحة ما لفي جيبولي زوجي ما قبلها هكذا ما قبلها عندها مدة يعني وكنت ندري ساعات ما يطلب ليش بس حاذي الله يبارك طاب لي ثم ثم هكا كما نقول له احنا طاب زبدة الله يبارك ما شاء الله يذوب في الفم المهم بنات ارجع لكم فقط للتعليق هذك العمسة الحبيبتي اللي تركت لي تعليق حابا نقول لها يعني نحكي لك تجربة بصراحة أنا ما قدرش نقول لك ايه هو الا لا لا نحكي لك تجربة تاعي الخاصة نحكي لكم اولا وش هي ظروف اللي تركتني اخلاتني اني مبيع ذهبا تاعي وش هي ظروف نحكي لكم بالنسبة لزوجي الله يبارك ما شاء الله انسان مثقف قاري الله يبارك يعني اطار هكذا احنا مثل ما نعرفه جميعا في بلادنا باش انسان يقرأ ويخدم ما يحبله ويدي وقته يتميزه ويتمر ماذا كذا باش كما اقوله باش يدير مستقبل تاعه ويني يقرأ كما اقول وذي كربع سنين ويني يكمل مع البلش نعامين ولا ثلث سنين تاعه ماجيستير ويني يكمل الخدمة العسكرية كما اقوله الراجل هكذا يكمل الخدمة العسكرية وبعد ذلك تبدأ البحث عن عمل ومبعد بدي يفتشل عمل هكذا خدمة كما نقوله ويني لقى الخدمة هذيك وين شدها هكما حارفين ابنت يدي مشوار كبير هكذا ومن الصدف هكذا خدم من طعام وقيل على ما اظن عام ما دروش اخدم والله يبارك كما اقولوا كتب ربي وانو انو خطبني وبعد ما خطبني منبا منحي قل من عام خلاص كما اقولوا انا في بداية في الجامعة بداية الدخول الجامعي هكذا بعد رمضان هكذا بعد شهر رمضان زوجنا الله يبارك جمعنا ربي يعني كما اقولوا دراهمو هكذا والله ما يجيوش منبا في شهرية عفوا في في الشومبرا والله حاجة والشي اللي كثر من هذا هو الكيراء ابنات كما اقولوا الكرة الكرة هو اللي هكذا تحبنا كما اقولوا زوجيه من نهاره ووحده ساكن وحده مننا يعني هكذا ما كونش روحو قبل الزواج والله باش يقدر يدير عرس وباش يدي يجيب المهران تاعي باش يوجد الدار وباش كل شي كما اقولوا درا فترة هذا الشي باش تكون نفسك والله باش توجد روحو كل عرس على الاقل عامين ثلث سنين ثلث سنين كيوالو باش تقدروا صيرتوك يعود انسان وحده هكاهم على الكرة وكل شي ما نحكي لكمش بنات قلتكم على الكرة وكل شي شوية صعيب الحالة بنات المهمة دخلنا في وحدة دوامة هكا ذائقة مالية كل شي قلت لزوجي بصراحة زوجي ما طلبش مني باش يكون الانسان صاريح ما طلبش مني ما كانش متوقع نفسه انه يدور حاجة كما هكا وكان ضد هذي الفكرة وانايا اللي سيفتها لي وبقيت يعقابه كما قلوا وراه 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 قلت له الى كما قلوا تبيحهم قلت له الواش قلت له بصراحة باش يكون صراحة معكم البنات ما عنديش هنا ذيك الثقافة ولا ذيك الفكرة تعني انخزن المجوهرات الذهب ومنا ومنا والله والله هو كما قلوا الحديدة الشديدة هذي بالنسبة لي يعني مهمش اللي داروا لي زوجي مثلا سواء خاتم تخيلوا بنات خاتم تاع الخطبة كلش 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 بنات بعتو ماما خاتم تاع زواجنا الكادو اللي جابو لي زوجي نهار عرسي كلش بعتو كما نقولو ما مش اللي داراتو لي لاما تاعي كلش كلش يعني كلش الويزات اللي جابهم لي في عرسي ما خليت هات كما نقولو بات اللي وراه وقدامي ما خليت والو بصراحة بانيش نادمة بانت بصراحة يعني باش بكون صراحة معكم الله ماني نادمة المهم اللي هنا شوفوا قولكم حاجة مهم له هنا والصحة انشاء الله يا ربي والحمد لله رزقنا الله عز وجل بالذرية إن شاء الله يا ربي صالحة إن شاء الله يا ربي إن شاء الله يكبروا في عزنا إن شاء الله يا ربي يعني الدنيا وما فيها يعني المادية هذه باش نكون صريحة معكم بنت ما تخلعنيش هنا نشوفوا بنت نخرج لكم فقط على الموضوع قليلا نرجع لكم ما ذا ودرت لغداء تعت زربة زرب 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 وجت شخشوخة هكذا بالزربة ولا هنا بديت رحت رجعت بعد ما تغدينا وكل شيء واجدرت وصلت المعن باش نكون صريحة معاكم ورحت الى البالكو ورحت الى هنا انسيق فيه انسيق في البالكو على بلكو مثل ما راكم عارفين البنات الريحة وكل شي بديت النظف فيه درت اللومه عادي ودرته بالبالية حشاكم بعد الفروط ورايا دي كما سعرفوا جميعا قولوا لي قولوا لي راحت نعتين لكي فاش نسيقه وراحي راحي تلعبي المهمة بنات نرجع لكم فقط للموضوع وحبا اقول لكم واحد الحاجه ثاني بنات بالنسبة لهذا الشي اني لما كما قولوا عمري ما درت احتفال هكذا تعا عيد زواجنا مع زوجي معدنا الله يبارك ما شاء الله عشر سنين ولا احد عشر سنة عمرنا ما درنا هكذا عيد زواج ولا احتفلنا بعيد زواجنا والله انا ما عندي وزوجي ما عنده وبصراحة باش يكون معاكم ما عنديش حاجة في الهدايا كنت قادرة اني نستغل هذه الظروف ونبدأ هذا عيد زواجنا هذا عيد ميلادي هذا مننا وجيب جيب بصراحة لا لا وثاني شايفه باش يكون صريحه شايفه ضروف تح زوجية ما تسمحش يعني لهذه الامور والله الهدايا هذه الظهب وهذه كل الامور بصراحة لازم الانسان يقتنع ويعيش لحسب الشيء اللي اعطاهه الوربي ولحسب الظروف اللي عنده يعني قلت لكم بعد السنة جات في بالي قلت لزوجي قلت لنحتفل ونديروا عيد زواجنا وبالفعل درناه وروحنا اخي شاركتوا معكم بنات لما رحنا الى الجيج الجام ما شاء الله يعني الله يبارك فرحت فيه روعة وحوس بيا زوجي ربي يحوضوا بصراح فاجئني بنات بعد المفاجأة نهار كما قلوا عيد زواجنا كما قلوا حاجة المفاجأة وحدها 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 ليس كما تروحي تخيري هانتية وكل شيء جابوا لي انا كنت متخيله قلت لك يجيب لي حاجة ريحة هكذا خاتم بلاكي ولا حاجة وبعدتي بنت جابت لي الخاتم بلاكي الخاتم جبدوا لي بتاحت المخده قال لي هكي قلت لكي هذا بلاكي يور قال لي لا لا ذهب قلت بصراحة متوقعتش انك تجيب لي حاجة كما كا فرحت باش نكون صارحة معاكم ما كذا يعني فرحت يعني حاجة الغفلة تجيها مليحة لهدايا هكا كما تكون على غفلة وتكون على الطبيعة وكل شيء يفرح بها الانسان قال لي زوجي قال لي جيب تطريك كاملة ونا نخبي في عليك خايفك تعود تشوفي بها نفاجئك يعني الحمد لله يا ربي يا ربي يحوضوا ان شاء الله هو يخليه لي يا ربي افاتي يوم ما شاء الله بالنسبة ليك حبيبتي بصراحة ما قدرش نقول لك ايه واي لا 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 قدر من شعر فالزوجين تاعك الطينة تاعو ما لبليش وشيهية ولازم تكون حاجة قانعة من نفسك بالنسبة لي زوجي ما ما قال ليش بيعي والله حتمالية والله اقترح عليها والله باش نكون صريحة وحدي وحدي انا اللي شفت زوجي في هذك الظروف نحيتهم من يدية نحيتهم من وذنية نحيتهم وكوشي ما ديتم له مانيش نادمة يعني بصراحة ومتأكدة باربي ان شاء الله ربي سبحانه رح يعوضني يعني مش ما عوضني اش زوجي عوضني يا ربي سبحانه باربي ان شاء الله ثقتي في الله عز وجل كبيرة ان شاء الله يا ربي حب اقول لك فقط حبيبتي شوفي نفسك انتيا ولا حابة وإلا مش حابة شوفي زوجك ما لبنيش انا شوفي نية تاع زوجك وكل شي ما قدرش هكذا نفتي في حاجة كما هكا ومبعد بلك يدور عليك لا قدر الله بعد شر عليك يعني يا ربي هنيكم ان شاء الله ويخليكم دايما مجموعين ان شاء الله يا ربي لكن حابة نقول لك شوفي ظروف تاع زوجك بالنسبة لي انا بصراحة يعني بشو كون صارحة معكم ابنت بعتهم ومانيش نادمة ربي يفرج علينا ان شاء الله ويفرج عليكم يا ربي ان شاء الله يا ربي وعلى اي واحد هكذا في ذائقات سواء مادية ولا اي نوع من من الانواع ومو يبانا تشجعوا لي فقط انا تكملت الكوزينة تاعي غسلت معني نظمت المطبخ تاعي كل شي اللي قل لي وش هم مديرو النظارات هذو كحنا نخبيهم مثلا لما نستعمل موادة تنظيف البنت دايما نحطهم هكا في المطبخ ندير بيهم عباك نخافوا الى يطير لي الهينية ذو كرح نروح مدوش بناتي ونبدن نوجد لهم هكذا القراية كما قولوا نغلب لهم كتاباتهم وننظم لهم ادواتهم نحطهم في بلايسهم نزلوا لهذا وراح نخبيهم في بلايسهم بعد ما كملت بعد ما استعملتهم مثل ما شفتوا نقول لكم ما بقاوا معي ما ترحوا الى اي مكان لوصلة اللي هنا تعملي احجاب اشتراك تفعل الجرس على الكل لكي يصلكم كل جديد باذن الله سميع العليم ابقوا معي اشتركوا في القناة